السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة عن أبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحياكم الله في هذا المجلس ومجالس الخير تلك المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى أهله في من عنده أسأل الله جل وعلا لا يحرمني وإياكم الأجر نحن في ليلة السبت الثامن عشر من جمادة الأولى سنة خمسين واربعين وأربعمائة وألف الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مواطنة الثاني من شهر ديسمبر لسنة ثلاثين وعشرين وآلفين ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وآل أمي السلام في ضحية الصدير في مسجدي موضي رحمه الله تعالى ومع المجلس الحادي عشر تفسير سورة التوبة ووصلنا إلى الآية الثامنة والخمسين ووصلنا إلى الثاني من جزء العاشر من هذه السورة المباركة ونذكركم فقط بأن مجالس دورة مفاتح الطلب إن شاء الله تعالى من الأول من رجب لسنة خمسين واربعين واربعمائة وآلف يعني تقريبا بعد شهر شوي تقريبا أي نعم الأول من رجب بعد شهر تقريبا الموافق لثالث عشر من شهر واحد لسنة أربعين وعشرين وآلفين ميلاد في ضحية سدين في مسجد خالد اليأقوت رحمه الله تعالى فندعوكم إلى مشاركة فيها يحفظكم الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم هذه السورة كما مر هي سورة الفاضحة والبحوث وهي التي فضحت المنافقين كما قال الله تبارك وتاء ولتعرفنهم في لحن القول وهذه السورة ذكرت كثيرا من صفاتهم وكثيرا من أفعالهم حتى يتبين حالهم ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقة أي يعني المنافقين يلمزونك في الصدقة أي يعيبونك والهمز واللمز متقاربان واللمز يكون بالعين وأحيان يكون بالكلام ومنهم من يلمزك في الصدقات وذلك أن هؤلاء همهم الدنيا كما قال الله تبارك وتاء أشحة عليكم أشحة على الخير يريدون هذه الدنيا فالصدقات إذا أعطيت لهم فرحوا بها وإن أعطيت لغيرهم صاروا يلمزون ويطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبين الله حالهم سبحانه وتعالى فقال ومنهم أي يا محمد من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون رضاهم وسخطهم على الدنيا على الدنيا تعطيهم من الدنيا يرضون ما تعطيهم من الدنيا يسخطون وسخطهم هذا عبارة عن لمز وهمز أن يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيهم وإنما يعطي من لا يستحق صلوات ربي وسلامه عليه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الذين أربى إسلامهم من صناديد نجد كما يقولون كعويينة بن بدر وزيد الخير وعلاثة بن علقمة والأقرع بن حابس أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم صلوات ربي وسلام فغضب هؤلاء وقالوا يتركن ويعطي صناديد قريش أو صناديد العرب ويتركنا فغضبوا وتكلموا وصاروا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتا هذه الآيات كما قال بعض أهلي العلم قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسولهم لكان خيرا لهم وترك الجواب هنا لم يذكره لأنه واضح ترك الجواب هنا لأنه واضح ما ذكر جواب لو وإنما قال لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيعطينا الله من فضله لك ما ذكر الجواب والجواب لكان خيرا لهم قال وقالوا حسبنا الله أي هكذا يعلمهم الله تبارك وتعالي ما يجب على المؤمن أن يفعل وأن يقول في مثل هذه الحالات أن يقول حسبي الله أي كافيني الله وحده سبحانه وتعالى لأن الله تبارك وتعالى هو الحسب لا حسب غيره غيره سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله أي وحده ثم قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله أي فيما يستقبل هذه راحت سيؤتينا فيما يستقبل سيعطينا الله تبارك وتعالى ورسوله سيعطينا الله تبارك وتعالى يعطينا من الغنائم والصدقات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوزي علينا هذا فهو الوسيلة وهو السبب الذي من خلاله يصل إلينا هذا الخير لكنهم لم يقولوا هذا والله تباركاً يرشد ماذا يجب على المؤمنين أن يقول وهكذا كان المؤمنون يقولون هذا بينما المنافقون يهمزون ويلمزون ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله ورسولهم فضله إنا إلى الله راغبون أي راجعون إلى الله تبارك وتعالى ونعلم أن الله بيده ملكوت كل شيء وأنه إليه المفزع وهو المعطي وهو المانع وهو الذي يتوجه إليه سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الصدقات هنا المقصود بها الزكوات وليست الصدقات اللي هي النافلة وإنما الصدق الواجبة والصدقة الواجبة هي الزكاة وهنا هي المقصودة هنا بدليل أنه حصرها في هذه الأصناف الثمانية بينما الصدقة التطوعية غير محصورة مفتوحة لكل أحد في كل شيء ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد الرطبة أجهر تصح للغني وتصح للفقير وتصح للكافر وتصح للمسلم وتصح للمحتاج وغير المحتاج وغير ذلك مفتوحة الصدق النافلة مفتوحة هذه إذن مخصصة بأناس معينين أو بأوصاف معينة فدل على أنها هنا هي الزكاة الواجبة وتطلق الصدقة على الزكاة وتطلق الصدقة على النافلة وقوله إنما قال أهل العلم هذه للحصر أي لا تكون إلا لهذه الأصناف التي ذكرت واختلف أهل العلم هل يجب أن تعطى جميع هذه الأصناف أو يكفي أن يعطي صنفا منها أو لا بد أن تعطى لكل الأصناف يعني عندي أنا مثلا زكاة مئة ألف مثلا هل يجب أن يعطي مئة ألف مثلا للفقراء للمساكين للعاملين عليها والأفتقلهم للغرب وغارمين في سبيل الله بن السبيل أو يجوز يعطيه الفقراء كلها تعطى للفقراء الذي عليه أكثر أهل العلم أنها يجوز أن تعطى للصنف أو صنفين أو ثلاثة والأفضل أن تعطى لجميعهم لكن لا يجب وذهب بعض العلم مشهور نذب الشافعي أنها لا بد أن تقسم على الأصناف الثمانية والأظهر وقول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل لما أرسله لجمع الصدقات قالوا أخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة أموال تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فذكر صنفين واحدا على كل حل مسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولو وزع الأصناف الثمانية لكان أولاه إنما الصدقات للفقراء والمساكين الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير إذا ذكر أحدهما فيذكر الفقير دخل معه المسكين وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير لكن إذا ذكر معا فهنا قال أكثر أهل العلم إن الفقراء هم أشد حاجة من المساكين يعني المسكين عنده بس ما يكفيه الفقير ما عنده يقولون ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ما عندهم شيء بينما قال في المساكين وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون فيها فسمهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة وهذا الذي عليه أكثر رجل وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير على كل حال مسألة لا تلت لكن الظاهر الله العلم الفقير أشد حاجة بدليل أنه بدأ به أي بدأ بالأهم بدأ بالأهم وهو الفقير الذي أشد حاجة من الفقير هذه مثل كما يقول الإسلام والإيمان إذا اجتمع فترقا وإذا افترقا اجتمعا يعني إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام إذا ذكر معا فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة صلى الله عليه وسلم بيت من المسلمين فذل على أن المنافق يعد من المسلمين لكن لا يعد من المؤمنين لأنه أخرج مرأة لوط وكذا قال الله تبارك وتعال قالت الأعراب آمننا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالإيمان درجة أعلى من الإسلام على كل حال هنا الفقير والمسكين الذي يظهر منهما صنفان وأن الفقراء أشد حاجة من المساكين وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب الغني هو الذي ليس بفقير ولا بسكهاء الغني والغني ليس قد يطلق الغني لكن في الأصل أن الغني هو المستغني التاجر يسمونه موسر موسر الغني هو الذي لا يحتاج الغني هو الذي لا يحتاج قد لا يكون موسرا لكنه غني لكن الآن تستخدم تستخدم الغني بمعنى الموسر لكن أيضا تستخدم الغني هو المستغني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصرغ لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يقصد بالغني هو المكتفي مثل ما يقول عندنا مستورة لا الحمد والمنا هذا يقال له غني أي مستغني عن غيره فهذا بالنسبة أما المسكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له الناس ولا يسألهم هذا هو المسكين إذن محتاج لكنه يعني حاجته أقل من حاجة فقري عنده شيء لكن لا يكفيه والعلم عند الله تبارك وتعالى قال والعاملين عليها العاملون عليها أكثر العلم هم الجبات والسعات هم العاملون عليها الزكاة يقسمها العلم إلى نوعين إلى زكاة باطنة وزكاة ظاهرة زكاة باطنة وزكاة ظاهرة الباطنة التي لا يعرفها الناس والظاهرة التي يعرفها الناس وإذاك يجعلون الزروع والثمار والماشية هذه الزكاة ظاهرة كل من يشوفها كل من يدين أن هذه الغنم لمن هذه البقر لمن هذه الإبل لمن يعرفونها ظاهرة مزارع مزرعة فلان هذه أموال ظاهرة الأموال الباطنة اللي هي الدهب والفضة ما حاجة يدير هذا شكثر عندنا من الدهب هذا شكثر عندنا من الفضة هاي يسمونها أموال باطنة وكانت الأموال الباطنة في الأصل أنه كل إنسان بينه وبين ربه يخرج زكاتها أما الأموال الظاهرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعات إلى المزارع إلى أهل الإبل أهل البقر أهل الغنب أخرجوا زكاة مالكم ويخرصون عليهم زروعهم وثمارهم على كل حال هذه مجالها الفقه لكن الشاهد من هذا أن العاملين عليها هم الذين يجمعون الزكوات والظاهرة السعات والجبات هم الذين يسعون فيخرصون الثمر ويعدون الإبل ثم بعد ذلك يأخذونها إلى بيت المال ثم تسلم بعد ذلك إلى الفقراء وقال بعضها العلم هم الكتبة والحفظة والجالبون لها والحاسبون لها والموصلون إياها إلى الفقراء وهذا إنما يعطى إذا لم يكن له مصرف من بيت المال يعني مثلا الآن بيت الزكاة كمثال عندنا في الكويت أو في أي دولة أخرى هؤلاء موظفون في الحكومة يأخذون إيش أجر على أعمالهم لا يجوز لهم أن يقولوا نحن من العاملين عليها ما يأخذون ولا فلس واحد لماذا؟ لأن يأخذون أجر على عملهم فليسوا عامل يعني أما العاملون عليهم في السابق كان فرصة له يروح يعمل حتى يحصل شيئا من المال مثل في سبيل الله كما سيأتينا الجيش مثلا الجنود الذين يذهبون للجهاد أيضا يعطونا في سبيل الله لكن إذا كانوا عسكر يأخذوا معاشات وموظفون بالجيش فهلا لا يأخذون في سبيل الله لماذا؟ هذه تعطى لمن هو متطوع أما من كان موظف في هذا فلا يأخذ من الزكاة كذلك هنا العاملون عليها هم الذين ليس لهم عمل إلا هذا فيعطونا عوضا عن عملهم الذي اشتغلوا به فلا يبدو أن يعطونا من الزكاة أن يعطوا من الزكاة طالما أنهم يأخذون من راس مرفوع وكما يقال رواتب أو غير ذلك من حكومة أو غيرها فهذه مسألة مهمة جدا ننتبه إليها إذن هؤلاء العاملون عليها قال والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم أنواع فقيل أو منهم مؤلف قلوبهم من يرجى إسلامهم على مذهب أحمد والجمهور يقول لا المسلم فقط لا تعطو الزكاة إلا لمسلم ماذا بأحمد يقول لا حتى إذا كان يرجى إسلامه لا منعا يعطى المؤلفة قلوبهم من أسلم حديثا أسلمها دخل في الإسلام فيراد أن يستمر لا بأسا يعطى من الزكاة المؤلفة قلوبهم هم زعماء القبائل وغيرها لأن في إكرامهم إكرام لأن في إكرام إكراما لأتباعهم ويشعرون أنهم أكرموا لأنك أكرمت سيدهم زعيمهم أو ما شابه ذلك من الأمور أيضا تعطى المؤلفة من يخشى شره على المسلمين يعطى من يجبز زكاة من حدود أو غيرها أو على بلاد قريب من المسلمين أو من كان يمنع شر الكفار على حدود المسلمين كذلك هذا أيضا يعطى من باب المؤلفة قلوبهم فكل هؤلاء يكونون من المؤلفة قلوبهم ويعطون من الزكاة قال وفي الرقاب في الرقاب أي عتق رقبه ويدخل فيه هذا ثلاثة العبيد الذين يشترون من أموال الزكاة ويعتقون لوجه الله تبارك وتعالى والمكاتبون وهم العبيد الذين كاتبوا ساداتهم وطلبوا منكم أحرارا وتم الاتفاق لكن بقي عليهم بعض المال يعطون يساعدون من الزكاة حتى أيضا يكونوا أحرارا الثالث أسر المسلمين عند الكفار لأنهم كالعبيد عندهم مأخذون فيدفع لهم من الزكاة حتى يخلصوا من الأسر هذا كله يدخل في الرقاب قال والغارمين الغارمون نوعان إما أن يكون غارما لنفسه وإما أن يكون غارما لغيره الغارم لنفسه المحتاج استدان اقترض ثم بعد ذلك دخل تجارة مثلا كان عنده ظرف معين ما شاب ذلك من الأمور ثم ما استطاع السداد قال له غارم لنفسه لحاجته والغارم لغيره هو الذي يدخل صلحا بين الناس يصلح بين الناس خاصة إذا كان بين قبيلتين أو بين أسرتين أو بين شخصين فيأتي يصلح بينهم يقول هذا أفسد مزرعته يقول أنا أصلحها يقول قتل دوابي قال أنا أعطيك ثمنها بس يصلح بين الناس ولو دفع شيئا من ماله لكي يرضي هذا وهذا فهذا يسمى غارم لغيره هذا حتى لو كان غنيا على الصحيح إن شاء الله تعالى حتى طال منه غريمة لأجل غيره الإصلاح بين الناس فلا من أن يعطى من الزكاة فيسمونا غارم لغيره إذن عندنا غارم لنفسه وغارم لغيره كذلك يعطونا من زكاة لكن قال أهل العلم إذا كان هذا الغارم لنفسه سفيها ويأخذ الأموال ولا يهتم بصرف لا يعطى من الزكاة لا يعطى من الزكاة لأن هذا سفيه مستهتر لا يحسن تصرف هذا لا يعطى من الزكاة عندما يعطى الناس العقلاء يعني غير السفهاء نعم قالوا في سبيل الله في سبيل الله يدخل فيها أول شيء الجهاد في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله هؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم يعني راتب من الحكومة الآن الجيوش كلها لها رواتب من الحكومات لو قلنا أن الجهاد قائم مثلا لا يعطون من الزكاة لأنهم يأخذون لهم ديوان يأخذون منه لهم رواتبون فلا يعطون من الزكاة أما إذا لم يكن لهم ديوان فإنهم لا مانع أن يعطوا من الزكاة هذا في سبيل الله وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أيضا الحج لأنه قال الحج في سبيل الله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله والجمهور على أنه لا يعطى للحج الحج لمن استطاع إليه سبيل لما تستطيع ما يجب عليك الحج لكن ما تأخذ منه الزكاة وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يأخذ من الزكاة ليذهب إلى أداء الحج وذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى أنه يعطى كذلك الدعاة في سبيل الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم فيجوز دفع الزكاة مثلا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا مانع من دفع الزكاة لأنها نوع من الجهاد لحاصة الحين لا يوجد جهاد الآن بالسيف وكذا قال جهاد بالقلم جهاد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى جهاد باللسان هذا موجود فلا مانع أن يعطوا من الزكاة لهذا السبب فهذه كلها يعني أصناف الذين يعطون من الزكاة من باب في سبيل الله قالوا وابن السبيل ابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل هو الغريب المار في البلد يأتيك غريب مار في البلد يريد أن يصل إلى بلده فلا مانع أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده ولو كان غنيا في بلده لكن الآن هو محتاج فيعطى من الزكاة يمكن الآن تختلفت شيئا الأمور عنده بطاعة سحب يسحب من حزابه كذا لكن لو فرضنا ما عنده بطاعة سحب أو البلد اللي فيه ما يوصع أو يعطى من الزكاة ولا يعطى قرضا ولا يعطى دينا أبا يعطى من الزكاة وهو من أهلها ويستحقها بل قال أهل العلم ومن أراد السفر كذلك من أراد سفرا قصد سفرا ولو كان من أهل البلد ويقصد سفر يعد من ابن السبيل فيأخذ من الزكاة هذه الأصناف الثمانية هم المستحقون للزكاة وإذا قال إنما الصدقات ثم ذكر هذه الأصناف الثمانية فلا تجوز لغيرهم فلا يجوز بلا مساجد من الصدقات ولا مستشفيات ولا حفر آبار ولا رسطر ولا مدارس ولا غيرها من الأشياء كل هذه لا يجوز أن تدفع من الزكاة الزكاة تدفع لأشخاص وليست لبنيان لا يبنى مستشفى ولا مسجد ولا يطبع مصحف ولا هذا من أموال الزكاة وإنما أموال الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز جل في علاه فهي إلى أشخاص وليست إلى أشياء أخرى وإذا قال بعدها فريضة من الله أي إن الله تبارك وتعالى لم يجعل مجالا لأحد يتدخل في هذه قال أنا الذي أحدد أنا الذي أحدد والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ صلاة ربه وسلم قال فريضة من الله أي أن الله تبارك وتعالى لم يسمح لأحد أن يتدخل فيها وإذا يجب على الإنسان أن يهتم بموضوع الزكاة لا يعطيها إلا لمستحقيها لا يتساهل في وضع الزكاة في يد غير مستعقل سواء كان صاحب المال أو كان وكيلا عنه لا يضع الزكاة إلا في يد أحد هذه الأصناف الثمانية ولا يصرفها إلى غيرهم والله أعلم قال والله عليم حكيم أي عليم في جميع ما يقضي سبحانه وتعالى حكيم حيث يضع كل شيء في محله الصحيح سبحانه وتعالى قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن عفوا أنا أنسيت ومنهم من يلمزك والصدقات فيها قراءتان يلمزك ويلمزك يعني بكسر الميم وضم الميم فيها قراءتان طيب ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ردع مرة ثانية يعدد صفات المنافقين أو أعمال المنافقين أو أقوال المنافقين حتى يفضحهم سبحانه وتعالى قال ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه بماذا؟ قال يقولون هو أذن فهذا من باب عطف الخاص على العام وإلا قولهم هو أذن أذية للنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذون النبي ومنها قولهم هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أي المنافقين ويقولون هو أذن يعني هذا من الإيداء منهم للنبي صلى الله عليه وسلم هناك يلمزونه في الصدقات هنا يؤذونه بقولهم هو أذن هو أذن كان المنافقون يعني إذا جلسوا مع بعضهم البعض كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فيسخرون ويستهزئون بالمسلمين يتكلمون فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا شياطينهم قالوا إنا معكم وقال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين دائما يتكلمون في النبي ويتكلمون في أصحابه ويهزأون ويسخرون وكذا ثم احتمال هذا الذي فعلوه يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال عبد الله بن أبي بن سلول عليه العنة الله قال مثلنا ومثل محمد كما قال الأول سم من كلبك يأكلك لين رجعنا إلى المديث ليخرجنا لعز منها الأذل فلما ناداه النبي قال ما قلت أنكر قال ما قلت لأن قالها بين أصحابه لكن سمعه أحد الصحابة رضي الله عنه فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر قال ما قلت فهؤلاء يؤذون النبي يتكلمون في ظهره ويتكلمون في أصحابه يقولون منهم الذين أذون النبي ويقولون هو أذن ماذا يعنون به أذن يقول نحن نتكلم ناخذ راحتنا ونسب ونلعن ونستهزئ ونسخر ثم بعد ذلك إذا لم يكتشف أمرهم نالوا ما يريدون ضحكنا وبستانسنا وكذا وما وصل أمرنا إليه وإذا وصل أمرهم إلى النبي قالوا أيضا بينهم وبينهم لا تخافوا لا تحاتوا محمد أذن يعني بس نجي نقول له والله ما قلنا وصدقنا ويكذبون علينا وهذا يقول خير إن شاء الله روحوا فما عندكم مشكلة يقولون لهم ما يقول ما عندكم مشكلة هو أذن يسمع أي شيء يسمعه وصدقه أيضا هذا فيه سخرية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يهتم بسرعة ينضحك عليه نستطيع أن نغشه نستطيع أن كذا ولذلك لما جاء نبي من تابوك عليه الصلاة والسلام جاء المعذرون من الأعراب يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم فيقول اغفر لنا يا رسول الله غفر الله لكم يخرجون حتى جاء كعب ما قال ليتك قلت كما قال قال لا أزمعت الصدقة فقال الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم أما المنافقون كذبوا على النبي سمعهم ومشاهم فهم يقولون هو أذن أي بسرعة نستطيع أن نخفي عنه الحقيقة أن نضحك عليه أو كذا وكذا الله تبارك وتعالى يقول هو أذن خير لكم صح هو يسمعكم ويمشيكم لكن ترى هو أذن خير لكن هو يعلم ما تفعلون يعرف الصادقة منكم من كذا هو لا يعلم الغيب لكن ولتعرفنهم في لحن القول فالنبي يعرفهم لكنه يفوت لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما تكلم عبد الله بن عبي بن سلول على النبي صلى الله عليه وسلم ولما تكلم ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه قام خالد قال يا رسول أقتله قال لا هذا قال عمر أقتله يا رسول الله قال لا ولم يأمر بقتله صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وفي رواية أنه قال اعدل يا محمد فقاله من يعدل إن لم أعدل من يعدل إن لم أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه قال لا لا يقال إن محمد يقتل أصحابه فالنبي يدري يعرفهم في لحن قولهم لكن لا يريد أن يقول الناس ها هذا صحابي لأن دائما يصلي ويحج أو يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا صحابه وقتله يقتل أصحابه فينفرون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه ثم قال يخرج من ضئي أي هذا أناس تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية أنه قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه وفي رواية يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وهؤلاء الذين خرجوا من ضئي أي هذا الرجل وهو ذو الخويسر التميمي وهم الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك على المسلمين واستباحوا دماءهم ما زالوا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير يقول الله تبارك وآذن خير عندما يفوت لكم عندما يترككم صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة للمين لعلكم تتوبون لعلكم تنزجرون لعلكم تعقلون فيفوت لكم صلى الله عليه وسلم ولكنه يدري عنكم فهو فاطن ذكي صلوات ربي وسلامه عليه لذلك الله تبارك وتعالى يقول ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم لكنكم لا تعقلون قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين لا يصدقكم أنتم لكن يمشيكم لكن يصدق المؤمنين ولا يصدق هؤلاء المنافقين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم أي وهو رحمة للذين مع أنه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهنا قال رحمة للذين آمنين لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بهذا فيكونوا فعلا رحمة لهم أما الذين يعصونه ويبتعدون عن هداه فلا يكونوا رحمة لهم بل يكونوا عذابا عليهم لأنه يصير حجة عليهم لا حجة لهم قال ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم احذروا يقول لهم احذروا من أذية محمد صلى الله عليه وسلم إن من يؤذيه له عذاب أليم لكن عند من؟ عند الله جل وعلا وهنا في قراءات طبعا النبي في كل القرآن النبي والنبي والنبيون والنبيؤون بالهمز وكذلك قراءة في أذن ويقولون هو أذن بسكون الذال وضمها أذن وأذن أذن إما تستكن الذال وإما أن تضمها وكذلك في قوله ورحمة للذين آمنوا في قراءة ورحمة للذين آمنوا منكم ثم قال سبحانه وتعالى ونقف هنا كب بس طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله عليه وسلم يقول أنا يأتيني معاش إعاقة هل تجب علي الزكاة إذا كان هذا المال بلغ نصابا يعني ما يعادل 85 غرام ذهب عيار 24 ودار عليه حول كامل ففيه الزكاة الآن يقدر تقريبا 1400 دينار تقريبا كويتي اللي عنده ألف ورعيد كم يلا حسبوها لنا 25 85 غرام 1700 كم سعر القرام الآن 20 الآن غرام الذهب 20 لما نقول 85 غرام عيار 24 يوصل 1700 1700 دينار هذا نصاب الزكاة يعني اللي عنده 1500 ما عليه زكاة ويدور عليه حول كامل اللي عنده 1700 فما فوق ويدور عليه حول كامل هذا عليه الزكاة في النسبة للسائل إذا كان في حسابه أكثر من 1700 ودار عليه حول كامل فعليه الزكاة أنا رجل رياضي وأحتاجه في الأسبوع مرة أذهب إلى المساجق هل يجوز لي مع العلم أنه سيساعد في هل يشون العضلات على كل حال ما في باس بس مع ستر العورة وعدم الأماكن الحساسة يعني يكون المساج غير ما بين السرة والركبة وما يجيهم لا يشوفهم ولا يجيهم وإنما يكون المساج على الظهر على البطن على الكتفين على الساقين قدمين الذراعين لكن لا يأتي ما بين السرة والركبة اسمي أبرار وسمعت فتوى أن الاسم حرام هل يجب عليه تغييره والله هذا قول لبعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبرار أو برة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم سماها زينب قال لا تذكوا أنفسكم يعني من البر أو البر فقال لا تذكوا أنفسكم فسماها هذا على الكراهة على الصحيح على الكراهة ولا يجب تغيير الاسم والعلم عند الله تبارك وتعالى يقول يقول الله تعالى الزاني لا ينتح إلا زانية أو مشركة فإذا وقع المسلم في ذنب معين هل يصيب عقاب ذلك الذنب حتى لو تاب ورجع إلى الله لا إذا تاب تاب الله عليه إذا كان الإنسان مشركا وتاب تاب الله عليه فأولى باقي الذنوب إذا تاب الإنسان منها توبة نصوحا صادقة فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه وما كان الناس أولى أمة واحدة فاختلفوا متى كان الناس أمة واحدة في أي زمن ومع أي نبي يعني في زمن آدم أي صلى الله عليه وسلم آدم كما قال ابن عباس عشرة قرون على التوحيد كانوا عشرة قرون على التوحيد وأول شرك وقع على الأرض فوقوا منوح أي السلام وكان الناس على التوحيد ثم بدأ بعد ذلك الانحراف يقول في بعض اللجان إذا واحد جاء وأعلن إسلامه يعطونه مبلغا من المال من باب مؤلف قلوبهم الفكرة صح إن شاء الله تعالى طالما خاصة أنه أسلم والآخر الجديد في الإسلام أن يعطى من الزكاة من باب مؤلف قلوبهم بالعكس فكرة طيبة جدا لكن مشكلة أن بعض الناس يعني عرفوا الدرب فهو لا أسلم ولا شيء يلعب عليهم يجي يقولون أنا أسلم يلا ترى علي ديون علي كذا عطوني فلوس عرفوا الدرب يعني فبعضهم يكذب بعض هؤلاء يكذب فإذا غلب على ظنك أنه يكذب لا تعطيه شيئا وإذا غلب على ظنك أنه صادق فلا مانع إن شاء الله تعالى لكن لا يتساهل في هذا لأن البعض عرف الطريق الآن يجي يقولهم ترى أنا أسلمت هذا عطوني فلوس وبعضهم يجي يقولون أنا أسلمت علي ديون يا الله أنا حين مسلم غير لازم تعاملوني معاملة ثانية معاملة المسلمين بعضهم يكذب العياذ بالله فاللسان يحذر من هؤلاء على كل حال هذا خطأ وأن بعض الناس الآن الذي لا يرزقه الله إلا بنات مثلا يقول أنا إذا مت فهذا البيت أو الميراث بشكل عام البنات سيأخذنا الثلثين والزوجة تأخذ الثمون ويدخل إخوتي فيأخذونا الباقي فأنا أريد أن أمنع إخوتي لأن بناتي أولى وهذا كلام غير صحيح غير صحيح لا يجوز لنا أن هذا تقطيع للأرحم يقطع الرحم بينه وبين أخوته لأن خاصة إذا علم أخوته بذلك سيسبونه ويلعنونه ويدعون عليه وغير ذلك يعني على ماذا وهذا هذا تقسيم الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى أعطى البنات الثلثين والزوجة الثمن والإخوة الباقي الإخوة والأخوات يعطيهم الباقي فهذا حقهم إلا إذا خشيت مثلا أنهم يطردونهم يطردونهن من الشقة مثلا يطالبون ببيع الشقة فيمكنك أن توقف الشقة وقف أنها لا تباع حتى تتزوج آخر وحدة يعني حق السكن يسمونه تسوي وقف بحق السكن أنهن يسكن في الشقة بحيث أنها ما تباع يعني ما يتدخل الإخوان في بيعها لكن لا تمنع الإخوة من نصيبهم الميراث أعسى الله يعطيك طولة العمر ما تدري أنت لا لا تفعل لا تكتب لا تكتب لا يقول أرجو تقديم ونصيحة للوالدين بالتوبة من الذنوب والدعاء بالخير لأولادهم يعني نصيحة للوالدين ولغير الوالدين لجميع الناس كلنا يجب علينا أن نتوب والله تبارك وتعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلا فلاحة إلا مع التوبة لكل المؤمنين ليس خاصا بالوالدين ولا الأولاد بل لجميع المسلمين بل الله تبارك وتعالى في هذه الآية وخاطب المهاجر والأنصار فهي آية مدنية في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فالجميع يجب عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر من ذنوبه نساء الله لنا ولكم العافية هل ابتسام السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث جرير يقول ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة فنعم التبسم في وجوه الناس وكذا صدقة إن شاء الله تعالى الإنسان يحرص دائما على أن يكون بشوشا هل يجوز صلاة مع صبي من سبع إلى تسع سنوات جماعة نعم تصح الصلاة مع الصبي جماعة لكن الأصل أن تكون أنت الإمام الأصل أن تكون أنت الإمام ولا يكون الصبي إماما إلا إذا كانت نافلة فالأمر فيها هيئة لكن الفريضة لا يتقدم البالغ ولا يقدم الصبي ولو قدم الصبي صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى لكن الأصل البالغ هو الذي يصل أن الصبي في حقه صلاة نافلة لأنه لم تجب عليه الصلاة بعد طالما أنه لم يبلغ حكم الكذب على شخص يريد السلاف مال مني علما إنه ما طلني في سلاف الدين من قبل والله هذه يعني هذا يسمون الحياء المذموم الحياء المذموم طالما أنه ما طلك في الدين السابق والآن يريد أن يستلف منك مالا قل له أنت لا تشدد الدين أنت ما طلتني آذيتني اسمح لي ما أرحبك دينك لذلك أبحث عن غيرك بس تحي لماذا أرحبك يعني أنت ما أعطيت مال وأخذت إثما لماذا تأخذ إثما أنت ما عليك شيء أنت ما ننطرب حتى تأخذ إثما قل له آسف لا أستطيع أو واجهه وقل له أنت مماطل أنت فعلت كيت وكيت اسمح لي ما أستطيع أن أدينك مرة ثانية أتعبتني في المرة السابقة ولا أستطيع أن أديني أبحث عن غير أو أنت قل لا أستطيع واتهل أمرك لا تكذب لا تقول له ما عندي بعدها يقول كحلف تقول والله العظيم ما عندي ونت عندك فتكون اليمين الغموس والعياذ بالله لا يجوز فلذلك حاولوا أن تكونوا صرحاء مع الناس أو خذ منه رهنا قل له أعطيك قرضا على أن تعطيني رهنا إرهن سيارتك إرهن بيتك إرهن الذهب إرهن ما دعتش عن المزرعة الذي عنده يرهن عندك شيئا حتى تضمن حقك لكن تكذب لا تكذب لا يصلح النسان يتعمد الكذب بهذه الأمور أو غيرها هل يدخل في تحرير رقبة اللي حاصل اليوم عليهم قصاص قتل لا ما يدخل ما يدخل الذين عليهم قصاص لا يدخلون في هذا لأن هذا القصاص قتل عمد لأن القصاص لا يكون له في قتل العمد لأن القتل ثلاثة أنواع إما أن يكون عمدا وإما أن يكون شبه عمد وإما أن يكون خطأا الخطأ ما في قصاص وشبه العمد ما في قصاص القصاص فقط في القتل العمد وقاتل العمد هذا مجرم لا يجد أن يعطى من الزكاة قاتل العمد لا يجد أن يعطى من الزكاة ولذلك حتى العاقلة ما تدفع شيئا لأن الدم على العاقلة وليس على الشخص نفسه قتل الخطأ وقتل شبه العم الدية على العاقلة وليس على القاتل لأنه وارد للإنسان يقع منه قتل الخطأ أو قتل شبه العم أما القتل العم فالعاقلة حتى العاقلة ما تتحمل أبناء عمه أخوانه ما يتحملون قتل العمد عليه هو قتل العمد لأن الأصل عليه القصاص هو فإن لم يكن القصاص يدفع من ماله الدية ولا يدفعون شيئا يعني لا يلزمهم يبقوا يدفعون كيفهم لكن ما يدفعون الزكاة الزكاة لا تجوج في القتل العمد نعم نعم لا في المسحة العمامة المسحة العمامة هو أن يمسح إذا كانت العمامة يظهر معها شيء من الشعر فيمسح الشعر الظاهر على الرأس طيب أما إذا كان الشعر ليس على الرأس كانت تكون قذلة مثلا القذلة هذه ليست من الرأس المسحة على الرأس وليس الشعر وذاك الشعر الطويل مثلا الرجل على المرأة ما يمسح الشعر ولكن يمسح الرأس فالشعر الذي على الرأس فقط هو الذي يمسح أما الشعر الزائد سواء من الأسفل أو من الأمام هذا ليس من الرأس وإنما الممسوح الرأس وليس الشعر هذه مهمة جدا ولذلك إذا كان الإنسان يلبس عمامة إذا تغطي الرأس ما يحتاج يمسح الشعر النازل وإذا كانت لا تغطي الرأس كله يمسح العمام وعلى ما ظهره من الرأس يمسح العمام وعلى ما ظهره من الرأس فاضح؟ ما حكم سفر الزوجة مع طفلها الصغير لمقابلة زوجها المغترب في أحد مطارات السعودية دافة ليلة العمرة لا يجوز الأصل المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع محرب لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع محرم وهذه تساهلة فيها كثير من الناس اليوم للأسف يعني تسافر تجد معك في الطيارة عدد لا بأس به نساء بدون محارب وأحيان مع أطفال صغير وأحيان بدون كان مجموعة نساء وحدة بروحها كل هذا لا يجوز ومخالف بشرع الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج ما يجوز المرأة تسافر مع غير المحارب تسافر لوحدها في خطر عليها حتى لو ما في خطر ما يجوز هذا شرع هذا دين يجبعين تمسك به وأن نمنع نساءنا وأن نساء يتقين الله ولا يتساهلنا في هذا الموضوع يعني يستثنى من هذا أمر لو سافرت مع زوجها مثلا إلى بلاد ومات زوجها هناك مضطرة ترجع لوحدها لا ما عندها محرم لكن تزمع السفر من بلدها بدون محرم عشان تشوف الزوج فيديو الحمد لله تشوفينا كافي تشوفينا في الفيديو بدون ما يعني ترحلين إليه أو هو يأتيك أو يسافر معك أخوك أو عمك أو خالكك أي محرم من المحارب يسافر معك تكفلين أنت بتذكرته أو زوجك بتذكرته المهم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لا وقت السفر المحرم يكون وقت السفر فإذا أوصلها إلى مكان آمن يأمن عليها فيه فهنا خلاص ما في مشكلة لكن وقت السفر هو اللي يكون المحرم موجود معها أو إذا كان في مكان غير آمن لا بد أن يبقى معها أحيانا بعض القروبات على الواتساب يبيعون الذهب حال القروب في وقت معين ثم يرسل المشتري اللينك بالمبلغ يسعر الذهب في هذا الوقت ثم يستلم المحل في وقت آخر عندما لا يجوز هذا الأصل في الذهب يداً بيد الذهب يداً بيد تسلم الفلوس تستلم الذهب أما تسلم الفلوس بواتر تستلم أو بعد ساعة تستلم أو بعد ساعة لا يصبح لا يجوز لا بد أن يكون يداً بيتسلم واستلم لا يجوز البيع والاستلام بعد مدة كل ما يحدث الإنسان خيرة من الله هل يشمل هذا تقصير الإنسان مع نفسه لا إذا قصر الإنسان في حق يقول خيرة يعني واحد باقي يقول ليش بقال خيرة شم خيرة ضائق خيرة لا ما هي خيرة من الله تبارك وتعالى لكن إذا وقع شيء لا يريده وكذا يقول لعله خير لعل منعت من هذا خيراً من الله تبارك أما أنه يفعل المعصي ويقصر في الأمر ثم يقول لعلها خيرة يعني بيروح أمه محتاجتها تعالى ويروح يطلع مع الربع بالبر يقول ليش ما رأت حق يقول لعله خيرة إن شاء الله تعالى رأي حق الرابع هذا لا ما هي خيرة هذا فلا يعلق الإنسان الخير على المعاصي التي يرتكبها يقول حكم العمل في شركة تفرض حلق اللحي على الرجال لا يجوز إنسان يعمل بهذه الشركة لا يجب أن يعمل فيها يبحث عن عمل آخر لعل الله تبارك وإنه رزقه عملاً آخر لكن إذا كان هو عاملاً فيها أصلاً والآن فرضوا عليه هذا الأمر يبحث جاداً قبل أن يخرج من العمل خاصة إذا كان رزقه متوقفاً على هذا العمل لكن يبحث جاداً عن عمل آخر والله يهديهم يقول أليس دعم الكفار على المسلمين حرام فهل شراء المنتجات التي تدعم الكفار حرام يعني إذا كان هذا المنتج هو الذي صاحبه يقول اشتروا مني وأنا أدفع إلى الكفار أو كذا نعم لا يجوز طبعاً هذا ولا تعاونوا عليهم العدوان ولكن هذه المسألة فصلنا فيها موجودة في اليوتيوب من يرجع إليها ذهبت لخطبة بنت لكن أباها رفض أن يزوجين وسألنها ليست من قبيلتي ويقول الأقرباء أولى بالمعروف شا سوية خلاص شوف غيرها خلاص شوف غيرها يعني لا تتشبث أنت خلاص هو ما يريد لا يبحث عنها والحمد لله البنات كثيرات لا يبحث عن غيره وسأل الله تباركاته يوفقك ويوفقها هذا في مصلى طبعاً ليس في مسجد في مصلى يقول كنت أصلي وحدي نافلة فجاء أثنان وصلى يا خلفي على أنها فريضة فأكملت النافلة وسلمت فلما قمت هما تقدم أحدهما صار إماماً والثاني مأموماً فأنا رجعت وصرت مأموماً معهما هكذا ما دخلت معهماً هذا خطأ خطأ أنك تدخل مع إنسان يصلي وحده ما تدري ماذا يصلي يعني سامحني ما أقصدك يمكن يكون مجنونة يمكن يكون كذا اشترك عنه يمكن يصلي بدون وضوء طيب فواحد يصلي الحالة تجي وتدخل معاه بالصلاة غلط الأصل لذاك أهل العلم يشتريطون كثير منهم يشترط اتفاق المأموم مع الإمام على الإمامة لا بد اتفاق منهم أنت الإمام وأنا المأموم بسم الله ويبدأان أما واحد يصلي وحده تدخل معه تصير مأموم خطأ هذا لا تدخل مع أحد هكذا خلاص إما أن تنتظر أحد خارج أو تنتظر أن تمن صلاة تصلي معه أو تصلي وحدك لكن تدخل مع الشخص ويصلي وحده ولا تدخل لا تفعل تصلي مع الشخص ويصلي وحده لكن من حيث الصلاة صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى أين هل ميت يحس بزيارة أهله ويفرح الله أعلم هذه أمور غيبية أحوال الأموات أمور غيبية الله أعلم بها ما حكم الذهاب بالمدن الترفيهية التي تحتوي على منكرات مثل الموسيقى والتبرج غيرها والله إنسان يعني الكثير ما يجدر ما يذهب إلى هذه الأماكن حقيقة إلا إذا كان يعني مضطرا أو في حاجة معينة طيب ويبتعد عن هذه الموسيقى أو يسمع قرآن أو يسمع أي شيء مفيد نافع الحين باستخدار السماعات تكون في الأذن وكذا ويبتعد قدر ما يستطيع والله المستعان قال الله إنما الصدقات وقال إنما أراد شيئاً قال إنما أمره إذا رأى شيئاً قال له كن فيكون ومعلوم أن الله يخلق بيديه دون أو لكن كذلك الصدقات تشمل غيرها وأنت وإن حصرتها عفهمت عفهمت لكن على كل حال بالنسبة للصدقات يقول أهل العلم هذه فائدة يقول أهل العلم لما ذكر الله الغنائم قاله سبحانه وتعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأن لله خمسهم وللرسول وللقربة واليتامة والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بي الأغنيائي منكم لكن لما ذكرت الزكاة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم ما ذكر الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الله جل وعلا نفسه ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم إنما ذكر نفسه وذكر النبي في الخمس في الغنيمة يعني لأنها من أشرف المكاسب وأما الزكاة فلأنها يعني من أسوأ المكاسب طيب وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس لذلك لم ينسب الله له شيئا منها سبحانه وتعالى ولا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للحسن إنما هي أوساخ الناس فإنها لا تحل لمحمد ولا لمحمد لذلك ما وضع نفسه معها لكن في الغنيمة قال لله والرسول ولي ذي القربة وليتامه المساكين وابن السبيل والله أعلم